اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك لشؤون الدبلوماسية ان نشر وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الدول والمجتمعات ودعم الحوارات الهادفة لتحقيق التقارب والتفاهم المشترك من اهم اولويات وركائز سياسة جلالة ملك البلاد المعظم ونوها معاليه بالاهتمام الكبير والدائم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لارساء العمل المشترك وتعاون الجماعي القائم على احترام التعددية وتواصل والانفتاح المثمر بين مختلف الشعوب والثقافات مضيفا معاليه اثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية لحوار طنجة المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في المنطقة والعالم ان مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة تتوافقان ولقرون عدة على سياسة حكيمة راسخة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين شعوبها وتعملان معا جنبا الى جنب لاجل تعزيز الامن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال نشر ثقافة التعايش والحوار والتفاهم كمبادئ اساسية للعمل المشترك وتنمية التقارب وتواصل بين دول المنطقة بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويدعم تطلعات الشعوب في التقدم والرخاء واستعرض معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة ما حققته مملكة البحرين من انجازات كبرى في مجال سن القوانين والتشريعات التي تدعم التعايش المجتمعي وتحميه من اية مؤثرات مشيرا معاليه الى ان تعزيز قيم التعايش والحوار والانفتاح هي ركائز للنهج الاصلاحي لجلالة الملك المعظم ومن اهم سمات الهوية البحرينية الاصيلة التي اكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتوجه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية بخالص الشكر لمعالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة وجميع القائمين على حوار طنجة متمنيا لكل المشاركين التوفيق والنجاح في تحقيق الاهداف النبيلة التي يسعى اليها الحوار من خلال نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين مختلف الدول والمجتمعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر